امساك او القبض امساك هو واحد للمشكل كما قلت لكم في واحد الفيديو يعانوا منه تقريبا جميع الناس كلنا في الحياة ديالنا داز فينا الامساك ولكن الى شدك في واحد الفترة وداز ماشي مشكله من اللي يطوله ويبقى الواحد يتعيش معه ويظن انه راح عادي هذا هو اللي خائب انا عندي هاد المشكل لالامساك الحاد حيث شهيتي قليلة قلنا بان ملكي استمر معك الامساك هذا هو اللي خائب ولما عالجتهش سيكون مشاكل من بعد فهذا هو تقريبا المشكل الصحي الواحد اللي مكيبغيش الواحد يداويه يظن انه عادي يعني ما عادي ما وخما كنخرج مزيان راه مكينش مشكل لا راه على المدكين بزاف ديال المشاكل شنو الامساك هو انك مكتخرج مزيان كثير من ثلاثة مرات في السيمانة يعني لحسبتي سيمانة كاملة كتقول لش حال من المرة خرجت فيها يعني التبرز كتلقى مثلا غير ثلاثة ولا أقل هذا هو الامساك يجب ان يكون على الأقل كثير من ثلاثة يعني أربعة خمسة ستاة مرات وأحسن حاجة انه يكون يوميا يعني الخروج يكون يوميا هذه أفضل حالة النهار واحد على جوج مزيان تهيان قدروا انقبلوها لكن مرة واحدة في ثلاثة أيام القضية قليلا بالنسبة للامساك الناس لا يفهم أنه يوميا ماذا يفهم يفهم حتى يوميا يقولون انه يعطينا الدواء يوميا 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 بعد يوميا 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 لا تفكر عن هذا ها الإمساك يرجع لي يملك تدوي الإمساك ولكن ها يدوي الإمساك مزيان لكي يرجع لك لا يمكنك ترمين السبب سوف تذهب على الأسباب الإمساك نحصل أولا يكون في المملك يعني تعرفهم ويشوف يتعاني منهم وثانيا تذهب عنهم وتقوموا تحالي وتستشر بهم على الأطباء على تشيئ في ذلك المشكل. حيث كان الكثير من الأسباب وكل سبب عنده تخصص دياله. خصوص رملي كي يكون طبيب العائلة ولا شيء طبيب هكي يكون يعني ديما كتبشي عنده كي عارفك. فمزيان كتفتح يعني تفتح معه هاد الموضوع وغادي يمشي معك بعيد. بالأسما كل مرة تشرب غيد دواد الامساك وتمشي ترتاح. من الأحسن تعرف علش كين هاد الامساك. غا نبدأ بالمشكل لالتغذية والحركة كما كتعرفه. إلا ما كتتحرك مزيان وإلا ما كتاكل شيء مكلة مزيانة يبغيها مصرانك. راها غا يطلع له الدم وغا يبدأ يتكاسل وما غا يبقى ما يبقى شيء تحرك مزيان وغا يدير لك الامساك. الماكلة اللي كتدير الامساك عندكم الخبز البيض يعني بلا بلا خالة دياله وماشي كمبلة ما شي دياله يعني ذاك الخبز الصحي. كان اكلوا هاد الخبز ديال الفورس وهاد المعجنات وهاد البيتزا وهاد الشعرية والمحمصة وما إلى ذلك الروز البيض حتى هو تقريبا اي حاجة بيضة عندها هاد المشكلة ديال انها ما ما كتتحاملش مع المصران. فكي كيتوتر منها ومع الوقت غا يدير لك الامساك. قد تبعد على اي حاجة يعني ماشي طبيعي مية في المية. الخبز البيض حاول تقلب على الخبز كومبلة ولا بمخالة دياله. الروز حاول شوف ذاك الروز اللي كيتمال الاروز البني يعني ماشي هاد الروز البيض. كيكون حتى هو متقيل شوية على المصران. وحتى ملك كل اسهال راك يعطيه الروز. ولماذا للروز. يعني حاولت نقسم من الروز ولقعت تحيده إليك انت تعاني من الامساك المزمن لما كيبغيش يبرع. بعد على المعجنة كما قلنا رأي اسميتها معجنة. شوف غا كيف كتدير انت كتقدها ولك الطيباء حارك من اللي كتدخل المصران. صافي كتتتعجن وكتتلصق على تلك الجدران ديال المصران. وكيواني مطلص ومجلخ. يعني قليل تلك اللايس اللي يوقع فيهم الامتصاص. كتلقوا واحد المساحة كبيرة ما فيها لا امتصاص لا والود. الشي يبقى في المصران ما كتستفد من المكلة تدوزلك الدم ديالك. ما كيرتاح المصران ديالك بقى يخرج دوك الفاضلات. يلسقوا وكيواني يكترو وكيواني يوقع الامساك. وكذلك الماء السوائل ما كان شربوش المبزة فكيبقى ذلك الخروج يقصح. ومصران بس يدوز الخروج. خصوه يدوزوه وهو مية. يعني فيه الماء وليين باش ميتجرحش. فهنا ما كان شربوش المبزة فكيبقى حتى الامساك. هنا أيضا الحركة. إذا ما كتتحركش الدورة الدموية ما غتتحركش. ذو كل الحركة هذه المصران ما غيوقعش مزيان. انت ديمة غالس ولا ديمة ناعس ولا قليل. في تكتنوب شي حاجة وترجع البلاستيك. فمع المدة المصران كيتتكاسل. ما كان ذاك الحركة ما كان ذاك الجهاز العصبي اللي غيبقى يخدم المصران باستمرار يوميا ويحفزوا أنه يبقى يدفع. ذو كل الفضلات فهذا سيجعلنا الامساك. هذا بالنسبة لحياة ديالنا كيفاش عايشين. كم سبب آخر وهو الأدوية. يعني بعض الناس يشربوا أدوية. يدووا على شيء أمراض. وذوك الأدوية سيسببوا لهم الامساك. يعني مع المدحد كيكون مثلا شي مرض مزمن ويقع له إمساك ويقول له هاني يرى ما كانش مشكل. وخيمشي دوز يقدر يقلب المصران يقلب أي حاجة ما غير قاش سبب. في حين أن السبب يقدر يكون ذاك الدول اللي كيشرب على ذاك المرضي. يعني كيكون بعض الأمراض مزمنة كي يسببوا هذا الأدوية ديالهم كتسبب الإمساك. بحل مضادة الألم اللي فيها الكوديين اللي فيها المورفين. بحل مضادة الصارع مضادة الباركينسون. كيقولوا موانيع الحمل يعني ممكن أنها تسبب للمرأة شي مرات الإمساك. يعني من أحسن الواحد إلا كيداوي على شي مرض وذلك المرض مزمن. يعني من اللي يكون عندك إمساك وما لقيت لهش الحل. أترجاع الطبيب ديالك اللي كتتمشي عنده مثلا ديما. كما قلت لكم من الأحسن يكون عندكم واحد طبيب. بحل طبيب العائلة يعني فاهم القصة ديالك وعارف حياتك وديما كتتمشي عنده. فهذا كيسهل واحد يكون معه نقاش فعال. وكتوصل معه لنتيجة. ماشي بحل من كتمشي لطبيب جديد. ما كيكونش عارفك من اللويل. فوخاكت بقد شرح ليه بزاف. يقدر هو ما يفهمش ديك القصة ديالك من اللويل. فكيقول بانه خصني بدا معه من اللويل. سيكون ديالي الراديو. سيكون ديالي تحليله. حين ان ذاك شرح درتين معه شي طبيب آخر. فمال أحسن تبقى معه حيات كيف يفهم القصة ديالك من اللويل. غاتمشي عنده غتقول له عافك هاشنو سمعت. بانه كين شيء ادوية كيدديروا الامساك. وانا هاد الامساك ما بغش برالية. ادي له الادوية اللي كتشرب. قل له عافك واشكين بان هاد الادوية شي واحد اللي كيسبب امساك. باش حتملك اتعرف داك الدوى اللي كيسبب امساك يقدر يكون شي تغير في داك الدواء. ولا يعطيك ناصحة كيفاش تعامل مع دوك الجروعات دياله. ولا يفهم حتى كيفاش يداولك لامساك. بعيدا عن ان نتقون فكروية واش مشكل في المصرعن. واش شي مشكل في التغذية ديالك. واش شي مشكل في الرياضة مكالدرهاش. فملك اتعرف بان واحد دواء هو السبب. تقدر مع المدات تشوفك يكون بدائل الى بدلولك بشدواء اخر يقدر مسبب لك الامساك. وهناك ترتاح. يعني انت حيث يتعلك الجانب ديال الادوية. وقلنا في الوله التغذية والحركة والماء. ما كان نشربه الماء بزاف. وكين اسباب اخرى متعلقة بالجهاز العصبي. يعني لكل اعصاب اللي هبطين من الدماغ حتى المصرعن ديالنا بش يخدموه. هذا الجهاز العصبي هو اللي يخدم لنا المصرعن. فذلك الحركة ديال مصرعن تسمى بيريستالتسم. الى ما كانش السيالة العصبية جاية من الدماغ مزيان ودائزة في السنسول ديال ديالك مزيان وساليم ما في حتى مشكل. كتوصل المصرعن في الوقت المناسب. بالجهد المناسب والقياس المناسب. وكدير له الحركة. كيبقى كيتحرك وكيولين ذلك الخروج. يعني الواحد كيبقى يخرج كل نهار ولا كل يومين مرة وحدة فمزيان. ولكن إذا كانش ضرر على مستوى الجهاز العصبي وهذه اللي ما كينتبوه ليش الناس بزاف. ممكن انه يخلي فيك الامساك وانتك تعالجوه في الهامش بينما السبب كينت في المركز عندك السبب في الجهاز العصبي ولكن انتكت كتمشي كتشرب غير سيرو ولا كتاخذ الكينة اللي فيها الفحم النباتي الكوحل. وكتقول صافرة مش الامساك. غاديجي واحد الوقت غيرجعلك الامساك. حيث كينت السبب في الجهاز العصبي ديالك. هنا ما هي إذا لقيت هاد الأعراض ممكن تمشي عند الطبيب الجهاز العصبي تقول له عافاك هكذا كنت تحس بشي تنمال او شي حرقك هبطلك مع الرجل او ما كتتحكمش في النبولة ديالك يبقى يخرج لك البول بزاف او بالعكس كيكون واحد تضيق في الخروج حتى البول ديالك ما كتبول شم زيان أعزكم الله واحد العلامات يقدروا يخلي ونفكروا في الجهاز العصبي ثم الاخصائي الاختصاصي ديال الأعصاب سيكشف لك على الجهاز العصبي ديالك من الدماغ والسنسول لكي نشوفه كينة إصابة في الظهر ديالك خلت أن دوك العصبات اللي كمشيوا للمصران ما كيوصلوا لش صوية العصبية مزيان ما كيوصلوا لش الضوم زيان فإلا ما وصلش الضوم زيان باش يخدم هاد المصران ما كيش شي حاجة تخدم غير هكاك خلصها توصلها السوية العصبية خلصها توصلها الدورة الدموية خلصهم يوصلها الفيتامينات وذلك التغذية اللي كناكلوا عادك العضو كيواليك يخدم مزيان فإلا كان شي مشكل في الجهاز العصبي غادي دير هاد القضية اللي امساك وهدي غادي شوفوها الناس اللي عندهم المرضى بهذا الأمراض بحل باركينسون بحل تصلب الويحي بحل بحل مرض كتكون واحد لأصابة في النخاء ام طاح ام داركسيدة ام هذا وتتقاصلوا واحد البلاصة في النخاء الشوكي وبحل ما بقى يحرك رجله مزيان ام قاعد شلال ام بدأ يحس بالنص الجسم لا تحكمش فيه مزيان فهذا النوع ديال الناس يكون عندهم وهادة مباطعة بعد ام ان يحرك منهم الزايمار ام فهذا الدماغ ام تكونوا يعان 되지ون واجهزه Moscه بنا وفاق struggle فهذا المصران م control اخطأ سوف نذهب إلى المصران في حالة لا تقوم بشكل جيد. في حالة يتسمى فولفولوس يتسمى الإلتواء أو ضعف الدورة الدموية لا تصل بشكل جيد للمصران أو مرة أخرى يتسمى فتق في الجزء الأخير من المصران يتسمى الريكتوم وهذا الفتق يتسمى ريكتوسيل وهذا توقع أكثر من النساء حيث المخرج أعزكم الله أخر جزء في المصران يعني من اللورقاء لتحت يتسمى المهبل والرحم والرحم يكون الفوق فهذا المستقيم يأتي المهبل أصلاً هكذا وهذا مرة يتسمى الفتق في المستقيم يدخل في الجهة المهبل ويبدأ الغشاء المهبل يبدأ على الخروج يعني يخرج يتسمى بشكل برولابسيوس أعضاء التناسلية المرأة تحت في المستقيم كيف يتسمى تسمى المجموعة للعضلات والأنسجات التي تقومون بها لكي تضغط الجسم والجسم الفوقاني لا يجعل الأعضاء يخرجوا سواء من المخرج أو من المهبل يعني يبقى هذا الضغط لكي يبقى أي شيء يدراسها جيدا عندما يقع واحد الهاشاشة في هذه الأغشية هذا المخرج اللي يكون عند المرأة يغلب الجدار المهبل فيدفعوه يبقى يخرج ويدوز فيه ويقول لي المشكلة تسمى ريك توصل من اللي يدير بحلقك الخروج من اللي يجي لذيك البلاصة باش يخرج باش المرأة تمشي المرحب ما يبغيش يخرج مزيان حيث تحصر في ذاك الجدار المهبل فكيبقى تمام حصور وتقدر ما تعاقش به المرأة تل واحد المدة يعني كيكون واحد المعاناة على ما تعرف السبب ذلك الإمساك ديالها فما كيبقى الخروج يعني كي يخرج مزيان وهذا من بين الأسباب اللي ستسبب الإمساك هذا كيكون شوية قريب أنا نكشفه حيث كيكون باين شيء مرأة كي يخرج على برة يعني كي يبان من المخرج ديال المهبل عاكس ذلك الأمراض اللي يكونوا الداخل عندك شيء مشكل في المصران الصغير الفوق أو المصران الغليد في البداية دياله يكون واحد الالتواءات أو شيء مشاكل في التموضع ديال المصران فهنا غد يخلي لك الإمساك وكين أخطر حاجة هم السرطان لا قدر الله كتكون ذلك الكتلة السرطانية تكونات في المخرج في المصران تقريباً أكثرية المصران الغليد وكتشد دكتراك منك يدوز الماكلة فبحالك تحصرها بحالك حجرات دخلات في شيقانات وحصراتها فما كيلقاش الخروج منه وكيبقى الواحد ديما محصور يعني ديما الماكلة تبقى اللور وتحاجة مكتوز القدم حيث كينة واحد الكتلة سرطانية حابسة لك المصران ديالك فهذه خيبة والواحد يقدر ما يعاقش بها في الأول لهذا كنقوله في الإمساك إذا طول معك يجب أن ترى السبب لا تبقى أن تشرب السيرو وكيبقى أن تدوي الإمساك إذن قلنا الأدوية قلنا الأمراض تقريباً تطرقنا لجميع الأمراض وبقى مشكلة واحدة هو الغدد الغدد الجوار الدرقية البراتيرويد إذا كان فيها مشكل خصوصاً إذا كانت نشيطة بثاف يجب أن ي성ك بثاف لكي الملحلة بسبب هذا المرض يتحدث هؤلاء السفlude لا يوجد القواتر. هناك الغدة القواتر و هناك الغدة مراهة عبارة عن 4 الأنسجة كلهم يسمون القواتر من أعلى الليمان والليسر اسمتهم باراتيرويد قلبوا عليها باراتيرويد هذه غالباً إذا كانت فيها مرض يكونوا بعض العلامات بينها الإمساك. العلامات التي يكون فيها أن يكون فيك التنصيب تكون عيان مرات تأتيك الترويع أو التقيية يعني دائما يرجع لك هذه المشكلة ارتفاع التنصيب الحجر في الكلاوي فإلا تجمعوا فيك هذه العلامات التنصيب والحجر في الكلاوي والإمساك هناك ستفكر في الاربااتيرويد ستنشي الاختصاصي الغدد الذي يكون مكلف بالسكار والقواتر يعني يشوف الأمراض الغدد ستنشي عنده ستقول له هذه العلامات التي فيها واذا يمكن أن تكون تحليلات الاربااتيرويد ويعطيك حتى تحليلات الكالسيوم والفيتامين حتى يكون فيهم خلل حتى هي مكلفة تفاعلات وبدأ التوازن الكالسيوم والفيتامين وكان واحد الهورمون دائما حتى هو كان عبره حتى نرى ما كان خلل فهذا الغددد ستنشي عن الاختصاص الغدد ويعطيك تحليلات أين أتج Pretty ولم تحليلات وما قلت إنها تحليلات ستكون من يمكن أن أعطيك أن تكون من المهمة وكان يتكون لديك شريعة ومثلات او سائلات وقته وكان يتعرف السبب لتعاني مع الامساك ما لقيتها مزيان كمال طريق كل شي حاجة اخرى قلب على شي سبب اخر لقيت مشكلة في الغودة جوار الدارقية سوف يعطيك الدواء اللي هو اللي يتكلف هو اللي يكون زعم ما عارف مزيان في ذلك المشاكل الغودة وخصوصا هذا الغودة جوار الدارقية وكين حتى السكار الناس اللي مرضين بالسكار حتى وما ركي يعاني وشي مرضين من الامساك علاج حيث السكار يهلك شوية دوك الأعصاب ديال الجسم ومن بين هالأعصاب اللي غاديين المصران وكما قلت لكم إلا ما وصلت السويلة العصبية مزيان للشعود وما يخدمش مزيان سواء الكلاوي سواء المعدة ديالك سواء الغودة ديالك سواء المصران أي حاجة ما وصلتها السويلة مزيان والدم مزيان كتبدا كتفشل شوية بشوية وما تخدمش مزيان فهذا هو التعريف للامساك وهذا هم الأسباب للامساك نشو دبل العلاج أنا ما غنوريكمش العلاجات الصيدلانية تقريبا ستكونوا كلكم عارفين ناحية معروفين ذلك السروات الإمساك وذلك الكينات الإمساك وكي يكون مرات حتى واحد القراءات الصغار يعني يقدر يكون شي واحد فيكم جربها كي يدارون من المخرج وفيهم واحد الزيت بحالة كتمية هذا الخروج وكتفرتته شوية بشي يخرج مزيان فمختلف العلاجات كينين وأنا ما غديش نقول لكم ماذا ستشري أو ماذا ستشري أنا أريد أن أعطيك واحد من النقاط وكي تفهم أنت الإمساك ما هو السبب أين نوع كيف سنعالجه سنعالج غير السبب من هذه الأسباب التي ذكرناها ممكن أن يمشي لك الإمساك بلا ما تحتاج السيروات والكينات من بعد فهمتني تقدر تلتاج لهم مؤقتا يعني تسرح راسك مؤقتا لا يخصوش الإمساك يطول فيك على ما تعرف السبب وانتك تدوي الإمساك بدك السيروات أو بدك الكينات من الأحسن تبقى تشوف تقلب على السبب عند الطبيب أو تدير تحاليل أو تشوف اختصاصيا كما قلنات الغوداد أو المصران أو الجهاز العصبي لكي يزيدك معلومات في هذه القضية ويقول لك ماذا سبب من هذا العضو أو ماذا من هذا العضو وانتك في الطريق حتى تعرف السبب الإمساك سنعالجه للتغذية ماذا سنعالجه ما هي الماكلات التي يجبونها أن ننتخلصهم من الإمساك الألياف أول كلمة ستسمعها الألياف لأن لا تقلع الكثير من المصران ويحفظون المصران أنه يعمل جيد من أغير ذلك لهم يجب عليك البرابيوتيك ويجب عليك البرابيوتيك وهناك البرابيوتيك هذه البرابيوتيك واحد المواد بحل إنولين مثلاً يتطلق ويوكل بروبيوتك البكتيرية النافعة لكي تخدم جيداً في المصرانك وتنفعك يعني تهنيك من الإسهال والإمساك وأي مشكلة في الوظيفة الهضم عندك فهذا الألياف الذي ينفع الخضر وبعض الفواكه أكثرية تنفع لك الترتيب منه لك الميزان للحم على حساب الفواكه والخضر يجب أن تنقص من اللحم ويكون خفيفاً وتكتر من الخضر والفواكه الكفة والفواكه تكتر منها كثيراً اللحم يجب أن يكون في السمانة أو في السمانة تقعد هنا مع رأسك وبعد من اللحم البقري العنزة أو الخروف أو الحوت أو الدجاج لا يوجد مشكلة اللحم البقري تقيل كثيراً بعد أنه بطاة لا تأكل في حياتك ويجب أن أعطينا نصيحة خاصة من الناس الذين يمسكوا ويقلبوا على الحل الله يجازك بخير بعد البقري والحم الحمر نقص منه كثير من الخضر والفواكه ونقص من الحمر الخضر بمختلف أنواعها أما بالنسبة للفواكه، هناك نوع للفواكه جداً هناك الخوخ والمشماش هناك الكيوي في أحد الأنظم ومادة اسمها أكتينيداين وهي مزيانة في حركة المصران تنفع حيث تسرع لك هذا الهضم وحركة المصران الكيوي ما الذي يأتي الوقت الكيوي؟ ممكن أن تأكله إلا أن لا يوجد حساسيات الكيوي فهذا ينفع هذا القضية للإمساك هناك البرقوق يجب أن يكون هناك مصرحة وإنهاء الأدوية تصنعه من مستخلصات البرقوق ينفع في الإمساك هناك الإجراس بعويد الذي يعزز عليه مثلا الإجراس هناك ينفع في الإمساك وشريحة معروفة تين المجفف معروفة بثبتها في الإمساك ينفع فهذا لا يوجد موانع حيث ترغب المريض بالسكار أو تقول أن لا تأكل الشريحة فهذا أعطى الله البدائل فهذا أعطى الشريحة التي يوجد ويجب أن يجب أن ينفع في الإمساك هذا هو قائمة للمواد التي تحاول أن تركز عليهم كثير من المواد الأخرين حتى البداية لا يوجد مشكلة ولكن عندما ذكرنا هذا ينفعه أكثر ينفعه أكثر وبدأ أنه سترغب الماء خصوصا بسيارة ويجب أن يكون عطشه كثيرا ويجب أن يكون عراقه كثيرا فهذا العراق الذي يخرج منك يجب أن تعوده يعني لا يجب أن تخلص صحتك ناشفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر